إن شاء الله نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عن كلامه وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى فكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووحي من عند الله ومن أطاعه واتبعه دخل الجنة ولا سبيل لإنسان لأن يدخل الجنة إلا بطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام ما في زول حيخش الجنة إلا إذا اتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند جنة نهاي ولذلك قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم إلى آخر الآيات الحديث هو حديث في البخاري ومسلم من رواية الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ فقلت لبيك وسعديك رسول الله قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ فقلت لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا فقال أَوَ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال أَوَ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قال حق العباد على الله أن لا يعذِّب من لا يشرك به شيئا أذى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان رادف معاذ بن جبل على حمار وهذا إن دل على شيء يدل على طواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو سأل الله سبحانه وتعالى من الكنوز لو دائر قروش لو دائر دهب لو دائر نعمة لأعطاه الله عز وجل مما نعلم ومما لا نعلم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يركب على الحمار فهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لشان كده دائما بتلقى الزول الكويس تلقاه الزول شنو يا أخوانا زول متواضع تتواضع النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله شنو رفعه ربنا بيرفعه فببين لمعاذ بن جبل رضي الله عنه مسألة مهمة ودي مسألة مهمة على كل مسلم ومسلمة لو في زول عارفة دي بتبقى لو شنو من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإن كان ما عارفة دي زيادة بتاعت معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل فقال لبيك رسول الله وسعديك يعني يا رسول الله قول أنا سامع وحاطبك وده أخوانا حال المؤمن المؤمن لما يقول له ربنا سبحانه وتعالى قال كده أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده يقول شنو يا أخوانا يقول سمعنا وأطعنا ولا بيبقى مسلم ما بيبقى مسلم إلا يقول شنو يا أخوانا سمعنا وأطعنا ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا شنو سمعنا وأطعنا ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا حذرنا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا طيب فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة يعني ربنا إحنا رسلنا إليكم رسول وزمان فرعون رسلنا له رسول فرعون كذب الرسول ربنا غرقوا وأهلكوا أها أنتوا هتكذبوا زي فرعون عشان ربنا يهلككم واللي بتؤمنوا وتصدقوا هذا هو معنى الآيات شان كذب ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه ديوم القيامة ويوم يعض الظالم ويوم هنا جات شان توريك هول اليوم لا في أبو لا في أم لا في شيخ لا في كبير لا في صغير ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه هنا في الدنيا انت لو لما تفوتك حاجة أو تتحسر بتقول تعضي على شنو هل أصبعك مش تقول اوه خانة لو عملت كده ما كان فاتت مش ولا كيف لكن يوم القيامة داك يوم الحسرة زي ما ربنا قال في صورة مريم مش ربنا قال وأنذرهم يوم اشنو يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون مش فربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه العلم قالوا بياكل يدينه لغاية ما يحصل للمرفق دي اسمه المرفق مش لغاية ما يحصل للمرفق يأكل يده ويوم يعض الظالم على يديه مشكلته شنو؟ الخلاو يندم يوم القيامة شنو؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ريت لو أنا كنت في الدنيا تابعت النبي عليه الصلاة والسلام يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قال يا ريتني لو ما صاحبت فلان أو سمعت كلام فلان ما لك طيب قال لقد أضلني عن الذكر يعني بعدني من الغران الآية تقول كده وداك يقول لي كده ربنا يقول كلام واضح ما فيه لولوة ولا كلام الله فيه كلام كلام الله واضح ربنا يقول كلام وداك يقول كلام وأنا أخلي كلام الله وأسمع كلامه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو خذولة بلغتنا نحن الشيطان بيورطك 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 في إمتى وفي النهاية بتباري السراب ساكت ما بتلقى حاجة عشان كده الإنسان عشان ما يتورط يوم القيامة أخير تنجد صغالتك من الدنيا هنا النبي عليه الصلاة والسلام دار ليك الخير يعني أنت لما تذكر الأسكار أو تصلي لأله سبحانه وتعالى أو ما تصلي هل أنت بتضر ربنا سبحانه وتعالى بشيء ما بتضر ربنا سبحانه وتعالى بشيء ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فربنا سبحانه وتعالى من رحمة رسل لنا النبي عليه الصلاة والسلام يورينا الخير من الشر ويورينا الصح من الغلط عشان ما نمشي يوم الغيامة نندم عشان ما تندم خدت الكلام ده في أضانك وبتتذكروا بيقول ليك المسأل بيقول ليك خدت الكلام ده حلقة في أضانك يعني خليه طوالي معاك تذكروا طوالي أي زول قال كلام هل كلام ده مع الغران الآية الفلانية قالت كده هل الزول ده كلامه مع الغران اتأكد تماما لو كلامه مع الغران ما تسيله ما تسيله أصو عشان ما تتورط يوم القيامة ما تقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وما تقول زي ما جاء في صورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار ده يوم القيامة فقالوا يا ليتنا شوف كلها جير اسمش قاعدين يتجرسوا هنا قال شنو ليتني لم أتخذ فلانا وهنا قال شنو ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا ريت يرجعون للدنيا عشان شنو عشان من كذب بآيات ربنا ربنا قال كذبين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل طيب لو رجعناهم للدنيا ربنا قال لو رجعتهم للدنيا برضو ما بيسمع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون شكد ربنا هناك في صورة آه صورة الزمر ربنا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم شنو العذاب أها ثم لا تنصرون أن تقول نفس يا حسرتاء على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي كرة فأكون من شنو المحسنين بلى قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوا للمتكبرين شماتي جرس يوم القيامة أي حاجة الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال دي شنو يا أخواننا دي تكون فوق راسك فوق راسك لو أبوك ذاته قال لك لا ما تسمع تقول لي يا أبوي أنت محلك محفوظ وأنت أنا بسمع كلامك لكن كلامك ما فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو تدري ما حق الله على العباد حق ربنا سبحانه وتعالى علينا شنو حق علينا شنو والحق دي أخواننا واجب حق علينا إنو نعبد نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا الدليل شنو ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ربنا في أول أمر في القرآن في سورة البقرة من سورة البقرة الصفحة التالتة ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا أنت كده يتفكر عين الواطدي الخلالك مفروش كده ممهود منه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربنا ما رقلين ثمرات تأكل الفيتريت ولا اللقمة ولا الكسرة دي جات من وين جات من وين يا أخوان ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا الحبوب دي مرقت كيف طابة قدم حمام كلام كتير مش مرق كيف ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا الموية دي أول حاجة ربنا نزله ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الحب دي البتأكل منه الكسرة الرغيف اللقمة دي بتأكل من الحب والفاكهة بتحل بها وأبدا أبدا قالوا أكل البهايم البني آدم أكل وبهيمته زاته ربنا أكله شوف ربنا كريم كيف ربنا أكلك أنت وبهيمتك الحمار تخليه يسرح لو عنده غنمايات ولا بهايم ضان ولا بقر ولا غيره تخليه يسرح يأكل حصا زول قال لك فاتورة حق الضان الفاتورة حق تلقش لك لقد الضان دي يزول دفعك لها دي لها داك لابنو وفاكهة وأبا ربنا قال متاعا لكم ولأنعامكم طيب ربنا وكي تخلق الحاجات دي كلها دائر مننا شنو دائر مننا إننا نعبد براه نتوجه به للعبادة براه أي حاجة ربنا أمرك بها تعمل لي الله براه العبادة زي شنو زي الصلاة زي الزكاء زي الصوم زي الحج زي بر الوالدين زي تنفق على المساكين زي قراءة القرآن دي عبادة ولا بقى عبادة دي عبادة زي الدعاء زي التوكل دي كلها يا أخوان شنو عبادات صليت لي الله براه ما صليت لي معاه لي زول تدعو الله براه لا تدعو رسول من الرسل ولا تدعو ملك من الملائكة ولا تدعو نبي من الأنبياء ولا تدعو صالح من الصالحين الكلام دا قالوا منو القرآن ربنا قال في صورة الجن وأن المساجد لله أها الآية شنو فلا تدعو مع الله أحدا وربنا قال لأفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الكلام دا منو للرسول عليه الصلاة والسلام سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير العلم قالوا القطمير دا اشنو لما تأكل البلحة وتمرق الجنة بتاعه الجنة داخل فيه قشرة بيضة مش ها حسابه شفت فيه قشرة بيضة القشرة البيضة دي يسمى اشنو في الغران يسمى القطمير ربنا قال الناس البنادون مع الله القطمير دي ما بيقدر يخلقوه طيب زول ما بيقدر يخلق القشرة البيضة دي انت تمشي ليه ولا تمشي ليه الله سبحانه وتعالى الخلق وخلق التمر وخلق البشر وخلق الجن وخلق المخلوقات دي كله تمشي ليه منو تمشي ليه الله طيب لو مشيت للزول دا كيف دعيتم من دون الله لانه ما عنده لو دعيتم من دون الله ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم تقول يا فلان ما بيسمعك طيب وزول يقول لك لا بيسمع طيب يقول بيسمع ربنا قال ده الغران أفتح الآن صورة السبع ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا أو صورة فاطر ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما بيقدر اديك الحاجة لإنت دائرة منه لأن الحاجة دعين ضل براو ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وده أخوانا الكلام ده ما فيه لعب لأنه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى شماطي طورت بعدين الآيات البديناها في صورة الفرقان ربنا عز وجل قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا العلم قالوا بعدي في آية شديدة جدا آية صعبة ربنا قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يوم القيامة في ناس الرسول عليه الصلاة والسلام بيشكيهم لربنا سبحانه وتعالى بيقول لي يا الله الناس دي لخلوا الغران الغران خلوه وبيقوا يباروا ليهم كلامات تانية الغران يقول له ما دعو الله براه وما تدعو غيره يخلوا كلام الغران ويمشي يدعو غيره ناس تلقون بيتمسحوا بيتراب بيزول ميت بيقبر دا كل يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حق الله على العباد ربنا جابوا في صورة المائدة ربنا قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم يوم القيامة الزمن داك ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريم منهم يومئذ شأن يغنيه أبوك وأمك وأخوك أخوك يقول لك اسمع أنا في عرسك ما وقفت معاك الديني حسنة واحدة بيتفر منه أبوك يقول لك يا ولد كنت عيان والظلط لسه ما جابه شلتك في ظهري ده 11 كيلو في ظهري يا ولدي حسنة واحدة بس أنا أبوك أنا أبوك يا ولد الديني حسنة واحدة ما بتديه أمك تقول لك يا ولد أنا كنت بردعك وبكون جعان وتعبان وبساهر معاك ووالآخر أمك الديني حسنة واحدة بس أنت ما بتقول لا يا أمي أصبري وكذا لا ربنا قال يوم يفر بتزوغ منا طوالي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شنو يا أخوانا شأن يغنيه في اليوم ذاك ربنا سبحانه وتعالى بيسأل جميع الأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بعدي أبي صفحة ربنا قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فضل الشيخ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولذلك يا أخوانا الإنسان خلاصة العبادة لالله قلبك ده ما بيعرف الله الله ما بخاف الله من الله ما في مخلوق بيتصرفك ما في مخلوق بيملك لك حاجة مع الله سبحانه وتعالى ما تطلب من مخلوق حاجة عندك أي مصيبة تسأل الله ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كثير من الناس الآن عنده مصيبة يمشي ليه لي بنية يمشي ليه لي قبة يمشي ليه تراب يمشي ربط ليه حجاب يدوهم حاية ده كل يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وده مناقض للإسلام تمشي لي الله الله بيديك الله خزاين مليانة دعوه الأنبياء والصالحون ربنا قال ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ربنا سبحانه وتعالى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ربنا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نخدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالواجب على الإنسان يا أخوان إن عغيت تكون في الله ما تتزل ليزول ما تبوس يتزول ما تشل لك تراب تتبرك به ولا تسفه عشان يشفيك ما بشفيك إلا الله ربنا قال في سورة الشعراء حاكي أن قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرط فهو يشفين والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض مريض كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما أزل العقيدة دي تكون في الله الناس بيمشوا ليه؟ حفائر وياق لطين وبتاع كلام طويل جدا إذا بقت عقيدتك في الله النتيجة شنو؟ قال وما حق العباد على الله قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيء جئت لألا بعقيدة تمام عقيدة نظيفة اتبعت كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من الناجين ولذلك يا أخوانا أهم مسألة أهم مسألة للإنسان إنه تكون عقيدة في ربنا سبحانه وتعالى ما عنده عقيدة في زول ما بيخاف من زول ما بيلاوز من زول وتكون عباداتك كلها زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى كيف نصلي زيه؟ بيذكر الله كيف نذكر الله زيه؟ الرسول صلى الله سلم كان بيسبح كيف نسبح زيه؟ الرسول صلى الله سلم كان بيصوم كيف نصليه؟ كده أنت بتكون من الناجين يوم القيامة وما بتكون من الذين يندمون يوم الندم ويوم الحسرة ويوم التغاب لكل من أسماء يوم القيامة لأن الإنسان يفوت عليه من الأعمال الصالحة في الدنيا ما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل هذه الأعمال حتى ينجو أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولذلك أخوانا خلاصة الكلام إنك تجعل قدامك ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير على حسن الاستماع بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله